موساقى السلام عليكم سوف نظر حساب المساحة الجانبية و المساحة الكليا المساحة الجانبية المساحة الجانبية المجسسة المجسس و المختلفة يتجاه على القيسم و المساحة الحيوط المساحة الكلية هي المساحة الحيوط وتزيد المساحة القاعدة يعني الارض الليل تحت والثقف الارض الليل تحت تسمى القاعدة السفلة والارض الليل الفوق تسمى القاعدة العليا سوف نرى التماري أكتشف و أحسب مساحة نشر المكعب و أستنتج المساحة الكلية المكعب هذا عبارة عن مجسم وهو عبارة عن مكعب سوف نقوم بالنشر المكعب و حلناه يجب أنه لديه ستة الأوزوه كلها متقيسة ماذا تحسب المساحة الجانبية؟ نعتبر أن هذه القاعدة الفوقانية و هذه القاعدة التحسنية أيضا تحسب المساحة الجانبية وهذه المساحة الجانبية هي هذه ماذا تكون أصلا عند الوزوه كلهم قد قد إذا أصبح تحسب المساحة الجانبية سوف تدرب مساحة الجانبية سوف تدرب ذات الأوزوه في 45 مرات هنا في مساحة الخليطة سوف يحسب المساحة الجانبية فهذه المساحة الجانبية قد تدرب ضربة هذا المجينة اضافة في 7 سوف أعطني مساحة الوجه واحد و سوف أضربه في 6 مرات نأخذ التمرين الثاني لدينا هذا المكعب وهذا متوازن مستطيلة لنسبة المتوازن مستطيلة يكون عبارة عن كل وجهان متقابلين يكون متطابقين بالنسبة له هذا المثال لدينا قواعد العليا التي تعطيلها هي قاعدة السفلة ممكن تغيبها سوف تغيبها كما استخدته و كل أحوال المساحة الجانبية هي الممكن المختلفة بسبب القاعدة التي تخدمته في المنساحة الكلية و في المنساحة الكلية بعد موجهها سوف تكون المنساحة الكلية و قدمنا كما إذا مستقرنا عن فعلا نضع هذه الحالة هذه الجالة تكون فيها 8 سنتيم وهناك كلها 8 سنتيم الوجه الصغير 10 سنتيم جوج هنا جوج و هنا جوج ثلاثة سنتيم ثلاثة سنتيم نحن نحكم بعمل المساحة الكلية نحن 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 من المساحة الجانبية سوف تضرب المساحة الجانبية سوف ترى هنا بحل شكل المستطيل كيف يوجد هذا المستطيل؟ هناك جوج و هناك ثلاثة و العرض هو ثمانية هذا هو الطول و هذا هو العرض هذا الطول ليس لديه جوج ثلاثة معه و هذا جل مرات يسType فأصابت شكل المستطيل سوف يضرب المساحة الجانبية سوف تجري المساحة الجانبية وากدرها في 2 اضفاج الاسع في المساخ المساحت الاسع المساخ المساخ ثالثا في الموشور و مهتلث قائم الزاوية حيث B 6 سنتيم C 10 سنتيم U B 12 سنتيم من B C 8 سنتيم 6 سنتيم من A C من U B 12 سنتيم من A C وهذه أكلم أن يitations و ألم أن أحسب مساحة Autๆ الموجور سنتيم نحسب العوارات و اخيرها اليها و هذه قاعدة لأخcock الردمن الاما هذا الروم هذا الروم هذا طول هذا الثلاث هذا الخيار هذا هذا يترك وعندما يمكنك نقوم كيفية طول هذا يجب أن تحسب هذا الشكل على شكل مستطيل سوف تجمع هذه البلات لكي أعطيك الطول وتضربه في الأرض أب زائد أسي زائد بي السي وتضربه في أب أب زائد بي السي زائد أسي وتضربه في أب ست زائد عشر زائد ثمانية وتضربه في تناشية مائتين وثمانية سنتيمتر مربع ويتضربه في المساح الجانب حال? أريد أن تضربه في المساح بدلاً هل أدريها غريبة؟ قاعدة واحدة مذيبين؟ مفتئت بي السيزة قائمة قائمة بي السيزة قائمة مفتئت there لن أخذ هذا مفتئت بي السيزة ولا مفتئت بي السيزة لأنه هذه القائمة مفتئة بمأنه هناك قائمة للخشة فهذا فايرت قائمة وهذا قائمة مفتئت وخشئة الوصف وخشئة الارتفاع إما 1000% ثم 2xNo مما'D39 لديه مساحة المثلة كانت هذه مساحة جنبي هل تقوم بعمل مساحة الكولية هذه هي المساحة الجانبية ستزيدون مساحة القاعدة ويعطي المساحة الكولية هي 36 سنتيمترا نسبة للتمرير الرقم 4 لنحسب مساحة 10 أصوان يجب أن نحسب المساحة لنحسب المساحة الجانبية ثم سنحاولون المساحة الجانبية ثم نحاولون سوف تكون لديه أسطوانة لاحظوا معي مزيد هذه أسطوانة قائمة لكي يجب أن يكون لدينا القاعدة السفلة مع القاعدة العليا مهمة يعني وجهة القاعدة يجب أن يكون قاعدتين متطابقتين يجب أن يكونوا جد جد مزيد سوف نحاول أن نحل الأسطوانة ونتبع القطع مثلا لحسب هذا الموحيط سوف نحن على القطع نحن سوف نحن على القطع تنسرحوا هذا لأنها معي مستطيلة سوف نحن على شكل مستطيل ما هو العرض؟ العرض هو أرتفاع المسافة الفاصلة بين القاعدتين هو هو هذا العرض أما بالنسبة للطول قطعنا على حسب الموحيط القرص بمعنى الطول المساحة الجانبية سيكون الموحيط القرص كيف نقوم بعمل الموحيط القرص ونضربه في الارتفال نحتاج الموحيط القرص نقوم بعمل 3.14 في جوج وتعطى الدفاع في O ثم نضرب Sedenski في الساحرة أقوم بعمل المساحة الجانبية ises儿 ثم سوف نعطي Q ثم نضرب dalل 14. matrices سيكريا مرة أخرى 6 سنة ثم نغطيها نضع المساحة القاعدة التحليل 3.4 سنة نضع المساحة القرص فى القرص ثم نضع ثم نضع ثم نضع نضع المساحة ثم نضع وضربها في إثنان وعلى شد إثنان نحن لدينا جزء قاعدتين نحن لدينا جزء القواعد وضربها في إثنان ويضعها 200-233 مساحة الكليا يجب أن تأخذ المساحة الجانبية ويعطيك المساحة الكليا سوف نتمنى لكم أن تكونوا فهمتوا بالنسبة لرقم 5 أحسب بطريقتين مختلفتين كلما أمكن ذلك المساحة الجانبية لكل موشوعين قائم كلهم هذا عبارة عن موشوع قائم ممزين سوف نتمنى لكم كيف يكونوا فهمتوا أنه موشوع قائم مثلا بالنسبة لهذا نحن لديه هذه القاعدة وهذه هي نفس القاعدة التي تحت وعطيك هنا مثلا محيط القاعدة محيط القاعدة وعطيك الارتفاع في 10 سنتيم ما معنى محيط القاعدة؟ يعني درع زائد هذا زائد هذا في 25 سنتيم إلى حليته سوف أعطيك واحد المستطيل الكبير وهو محيط القاعدة وهو محيط القاعدة وعطيك تضربه في 10 سنتيم قاعدة محيط القاعدة وعطيك 250 وعطيك 250 هذا الشكل هنا نحن لديه المساح الجانبية لأنه هنا طالب يحسب المساح الجانبية لكل واحد فقط حسب المساح الجانبية حتى تجنب وعطيك العلية كيف يأخذ المحيط القاعدة وعطيك التضرب في الارتفاع المحيط سوف أعطيك المحيط مع هذا 5-4-3 وعطيك الـ 6-5-4-3 وعطيك الـ 7-70 ممتر قاعدة محيطة لذلك هل هي قاعدة السوفلة وهذه القاعدة السوفلة حتى نضاف المساح الجانبية ستكون هنا لذلك كيف تستطيع المحيطة المساح الجانبية نأخذ محيط القاعدة وعطيك الـ محيط القاعدة هنا هنا 6-6-4-5 سعود 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 مساحة الجانبية لا يمكن أن تقوم بالفق هنا قاعدة لا يمكن سعود سعود قاعدة السفلة سعود سعود 8 5 4 5 8 5 5 85 م نعم نعم او بطريقة اخرى سعود مساحة 5 5 5 5 8 5 8 تجمعهم طريقة اخرى بطريقتين كلما امكانها هنا 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 مضلع او موشور قائم للقاعدة هنا 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 وهذه ثم تلاحظ أن كلهم 6 سنتيم بالنسبةل الموحيط ستضرب 6 13 35 ثم ستضرب 30 30 ثم ثم ستحسب المساحة مهمة ثم ستضرب 6 ثم 60 ثم 30 ثم طريقتين ثم ستحسب مساحة الجانبية والكلية لأسطوانة نبدأ بأسطوانة قطرة المساحة الجانبية تخصص موحيط القاعدة ثم 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 طريقة ثم المساحة المساحة الذي يت diam a قرج العقص أروح اللد ثم 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 ستضرب الآن خلص المساحة ثم زوج المساحة الكلية لا اكتطال. تأخذ المساحة اللي لقيت الجانبي وتزيد المساحة دي القاعدة. ونعطيك 179.25 نجيل ثانية. ما عندنا؟ عندنا باي. المحيط يسوي 12.56 وعدنا الارتفاع هو 15. دون كي لك المحيط في 12.56 وعدنا الارتفاع هو 15. هنا مساهلين عليه وحساب مساحة الجانبي تضربية الارتفاع هو 12.56 وهي المحيط في المستشرة للقاعدة. اما إذا تحسب المساحة دي القاعدتين هنا تخصنا سنتو ويخصنا شوعة. كيف تقول القاعدة بي؟ كيف تعمل بي في اثنان في ار. ار هي بي على ثلاثة وصلها 14 في الجوش. ار هي 12.56 ونقسوم على 6.28. ستكون الار تسوي 10 سنتين. لذلك من قسط ار هي الشوعة. لذلك تحسب المساحة دي القاعدتين. ثلاثة وصلها 14 وضربها في اثنان حتى منها جوش المرات. هي 25.12. ستخصنا المساحة الكلية. نتخذ المساحة هذه القاعدتين. نزيد عليها المساحة دي المساحة الجانبية وستحصل الى المساحة الكلية. بالنسبة لشكل الثالث. ما نعطيك؟ نعطيك المساحة نعطيك المساحة الجانبية. ما نعطيك؟ نستخرج من هنا من المساحة نستخرج القطر. نستخرج الشوعة. نحتاج الشوعة لكي نحسب المحيط. طريقة. عليك محيط. مثلا القاعدت كاتب Experiment with x bo об سعود مربع حتى مربع حتى يكون مربع مضبوط هنا كان هناك إشكال في هذه المساحة التي اعطوها لنا سوف يغير هذه المساحة لأنها لا تحتاج إلى طريقة بها لن تجد حل اجد يمكنني تمرين رقم 7 إندي قليلة مساحة الكلية أليست فكرة مساحة الجانبية وما أكثر أي مساحة القاعدة كتير مرحلة مساحة الكلية أنوات المساحة الجانبية نريد القطر و نرى الارتفاع قد ضرب القطر كي تجد محيط نضرب القطر في 3.4 و نضربها في 6 المساحة الجانبية 3.4 تضربها في 20 في القطر و نضربها في 6 و تزيد عليه مساحة الجانبية الذي يحصل على مره يعني ستضربها في 3.4 و نضربها في 4 هو الارتفاع سوف تحسب مساحة القاعدتين مساحة القاعدة التحتانية بينها كبيرة وقصة 20 سنطر لكي نظر هذه الفقانية هناك جناب و هناك تخيل معي مثلا إذا ازنا الطبقة الفقانية وحيطنا هذا وضعنا الطبقة الفقانية ما سوف يكون لديه مساحة الفقانية و المساحة التحتانية يعني كيفية أن نحسب التحتانية و سوف تحضر المساحة القاعدة العليا فهمت؟ وعيد بالنسبة للمساحة التحتانية المساحة التحتانية ممكن نحسبها هناك قطة سوف تخيل 10 ثم سوف تحضر 3.14 ثم سوف يكتب المساحة القاعدة التحتانية القاعدة الفقانية كما لا فيها مركبة الضغط ثم سوف تحضر ثم الضغط ثم سوف تحتضر هذه الضغط وسوف تحضر ثم فإن كما سوف يكون Brook تحتضر ثم فاعدة ثالثنا نضرب على الرجل ثم سنضربه الأسفل فهو 3176.6 متر ربع ثم ستفعله ثم سأعطني لتقفز نسمى الأسفل لاحظوا ماذا أفعل هناك الكثير من الطرق و سأكلمك كيف يعني نزيار المساحة الجانبية كل المساحة الجانبية المساحة الجانبية للمتوزن مستطيلة ولك كل المساحة الجانبية وكدرة 20 marketing اضعه في اثنين إلى اثنين. اضعه في عشرين. حسن، حسن! يظهر تجربة المساطة الجانبية. ماذلك؟ نفس المساطة الجانبية إلى هذا الجهاز التنسج والمغطئ لتبقى لترى. هذه مظلمة. هل فقط؟ ثم، يظهر تنسج الوضع. هناك نصصت مع س السجن و البقاء هذا الجهاز الثلاث. وهذا الجهاز الثلاث في ثمانية. حسن؟ لا أعرف أن نكون أولادين فيها 8 هذا سيكون 12 وهذا سيعتبر أنه 8 وهذا 8 وهذا 5 و لكن هذا الشكل لا يزال بما أن نتوقع هذا الجهة ستضرب 12 و تضربها في 8 و سيبكي يتميد من الاشتراك بجهús و الغواب kin ستضرب مجرد و قائد المنصر ارتفع هذا النبي ثم سي induborn هو 20 في أثنان يضرب 50 & 2000 في نسبة ل هذاwl يضرب بل 12 قناة في أثنان ذلك سوف يضروي 6 كلهnow من اللازل universo سوف أحصل على 7712 قدرت تحسبها بطريقة اخرى والتي مهمة النتيجة بالنسبة للمساحة الكلية اتحدث عن المساحة الكلية دائما تلقى 3712 كما ذرت لها خاصة هذه النتيجة التي تعطيك في المساحة الكلية اما المساحة الجانبية ممكن اختلفه فيها هذا فيما يخص التمرين سوف نقسم الفيديو لانه سيكون طويل وحتى الجزء الاخر اشتركوا في القناة